بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ شاء الله طيبين اليوم عملت لحمة ايش اقول لكم؟ اتجنن محمرة من برة ومقرمشة ومن جوة ذايبة ريحتها عبت عندي العمارة والله احنا ساكنين هنا في شقة العمارة تعبت من الريحة ريحة البهارات المزيج البهارات اللي حطيتهم كان رائع وحطيت بطاطس معاها صينيات بطاطس لحمة بالبطاطس بالفرن عملها مرة سهل وطريقتها سهلة لكن طعمها مو طبيعي الحين نشوف مع بعض شايفين من برة محمرة ومقمرة لكن من جوة تحت ذايبة وريحتها جنن يعني اوريكم الصوس كيف الصوس ماشاء الله مسبك يعني لما يقولون طبخة مسبكة هذي طبخة مسبكة لا تدورون غيرها ملينا والله من اكل المطاعم مش هين نحين ناكل البيت بصراحة يعني البيت سايرين بس نعمل فطور ولا نعمل اشياء خفيفة ناكل برة يعني الاكل برة روتيني ما فيش زي اكل البيت بصراحة وشغل البيت لو كان طبخة بسيطة غير طعمها كيف عالي دا كانت طبخة مثل هذي شايفين كيف اللحمة ماشاء الله دايبة حطيت انا لحمة من الكاتف ولحمة موزات ورقبة كم قطعة من الرقبة شايفين اللحمة كيف دايبة قاعد اوريكم والله مارة ماشاء الله تبارك الرحمن وريحتها الجنن البهارات اللي حطيتهم بالتكنيك اللي عملتوا بصراحة كان توفقت فيه الحمد لله الحين نشوف المقادير مع بعض لحمة بهارات بطاطس طماطم صويا سوس زيت زيتون فلفلة خضرة وحمرة وفلفل حار ورق غار وهيل وثوم وبصل احين كله نشوفه مع بعض وكله حيكون مكتوب عندكم عندي هذا الصاج من أديسون أخدته شغلت فيه نطحن الهيل ورق الغار لما يصير ناعم هو السر ترى ورق الغار مع الهيل هو السر في الريحة الغريبة يعني حتى اللي أكلوها عندي يقولون الله فيها ريحة غريبة جنن البطاطس قشرنا نقطعوا شوي سميك ما نقطعوا ضعيف لأنه بعدين إذا قطعناه ضعيف بسرعة يذوي تقطع جوا الصوس بعدين الفلفلة الخضرة وفلفلة حمرة وطماطم وثوم نحطهم في المطحنة أنا عندي هنا مطحنة صغيرة عملتهم على دفعتين طماطم فلفلة خضرة ترى ما فيها فلفلة حمرة طماطم وفلفلة خضرة وفلفل أخضر حار مو حار متوسط نحطه نحط له زي زيتون نحط له الهيل مع ورق الغار وهذه البهارات نخلطها مع بعض حتكون مكتوبة عندكم كمون وكزبرة وبهارات مخلوطة وكركم وفلفل أسود وزنجبيل بودرة كله حيكون مكتوبة عندكم ناخد منهم كمية نحطها مع الصوس قلت لكم هذا الخضار عملتها على مرتين على دفعتين لأنه المكينة عندي صغيرة جرشناهم جرش بالمكينة مع البهارات وزيت الزيتون وصوية صوس الباقي رجعنا وكملناه بنفس الطريقة الحين أوريكم كيف نقطع البصل نقطع كل البصل نصين بعدين نقطعهم كده ريش أي نوع بصل يعني أحمر أو أبيض الموجود بعدين عندي هذا الصاج أخدته من أديسون رائع رائع بسرعة يصخة ماشاء الله ولو معايير صخنت فيه زيت عادي حطيت البصل للريش أقلب فيه لما يبتدي ياخد لون الحين البهارات الباقي اللي عندي أفرق فيها اللحمة أفرقها تمام فيها يعني نص اللحمة حطيتها مع الطماء الطم والفليفلة طحناهم ونصهم الحين أفرقهم باللحمة عبال ما البصل عندي يبتدي ياخد لون نفرق اللحمة تمام تمام من جميع الجهات شايفين قطع اللحمة مو صغيرة أحلى يعني لهالوصفة بدأ البصل يتلون أحط الحين اللحمة أحطها على وجه واحد لأنها كبيرة وبعد ما تاخد لون أقلبها على الجهة الثانية وحدة وحدة شايفين زي كذا وحدة وحدة لأنها قطع كبيرة ما أنا قاعد نقلب نقلب ضروري ياخدون لون هذا ما شاء الله الصاج يعني نفاعني ما شاء الله طبخات كثير عملت فيه والحين عندهم عروض ما شاء الله تخفيضات ما عرف كل مدة يخفضون فيهم لما ياخد لون شايفين نتأكد أنه كله تحمر من جميع الجهات اللحمة نحط الحين الخلطة اللي طحناها طماطم وفلفلة خضرة وفلفل أخضر حار بس مو حار مرة ترى مش الحار مرة هذا متوسط الحرارة وثوم والمهارات والصوية وصوص وشوي زي زيتون نحط هم تمام فوق الخلطة كلها مجوشة طبعا هي حتطلع موية الحين نحط لها موية عشان نبغى اللحمة السوي أغطيها شوية عشان دقاي كده يسبكون مع بعض بعدين فتحتها أحط لها ملح وأحط لها مكعب مرقة دجاج وأحط لها ملعقة مليانة معجون طماطم هذا مكعب مرقة الدجاج وملعقة مليانة معجون طماطم انتبهوا ما نبغى نكثر من الطماطم ومعجون الطماطم ما نبغى لها يصير مرة أحمر وبعدين ما حط لها فليف لحمر عشان ما صير مرة لونها أحمر غانج أخليها شوية تسبك باقي الخلطة حطيت نص الخلطة مع اللحمة نص الخلطة أفرق فيها البطاطس وحط ها في الصينية الحين اللحمة بالصوص حطيتها في جدير أديسون عشان أبغاها بسرعة تسوي عشان تسوي اللحمة تطول في الصاج زيتها موية وحطيتها في جدير أديسون خليتها يعني حوالي 35 دقيقة لما تسوت خلاص تمام نصبها فوق البطاطس البطاطس ني مش مقلي هي والمرق حقتها اللحمة والمرق حقتها صبيناها فوق البطاطس اللي فركناه بنص الخلط الطماطم اللي فليفلة ندخلها الفرن غطيتها غطة بسيط يعني بس صينية فوقها خليتها في الفرن حوالي نص ساعة تسوي البطاطس تمام خلط هنا من نفس المرق حقتها مع ماجون طماطم وصوية صوص وملعقتين عسل عسل نحل عادي دهن الوجه بعد ما سوت اللحمة والبطاطس كملوا السوة بالفرن ندهنهم وبهذا الخليط ندهنهم تمام تمام من نفس المرق حقت اللحمة هذه شوية على جنب سامحوني والله الصورة ما عرفين راح الفيديو ضاع وحطينا له ملعقتين معجون طماطم وصوية صوص وملعقتين عسل ودهنناه تمام ندخلها الفرن الحين يحمر الوجه تحت الشواية كله مستوي طلعتهم مع جبني اللون رجعتهم مرة ثانية يحمرون زيادة شوية وخلص أحلى لحمة وأحلى ريحة وأحلى طبخة لا تنسون اللايك والشير وسبسكرايب انتم بعد حطولي أحلى لايك وأحلى سبسكرايب وأحلى متابعة وأحلى تعليق منكم وألف عافية والله ما راح تندمون إذا عملتوها من ألذ الصواني اللي أنا عملتها يعني بشهادة اللي أكلوها ما بقى منها شي ألف عافية